أنا وقعت على رجلي حصلي شرخي في مشت الرجل والحقيقة رفضة أجبسها مش هقدر أستحمل الجبس عشان هيديقني وكمان عشان الاستحمام والوضوء أنا ربطة رباط ضاغط بشيله وألفه تاني عند كل وضوء وكمان بصلي وقفة مش قاعدة وعارفة إني قادرة الحمد لله أستحمل وبيقول لي كده مبالغة وحرام عشان مش بتستعمل الرخص يهمني أعرف رأي حضرتك يهمني أعرف رأي حضرتك أنا مش أقول لك رأي أنا أقول لك بس الفتوى المتعلقة بهذه المسألة لأنه احنا مش بنتكلم بالرأي احنا بنتكلم بالفتوى يعني إيه؟ يعني بنتكلم بما ظهر وبان لنا من الكتاب والسنة وده في فرق كبير جدا جدا بينه وبين الرأي الرأي ده تواحد يقوله بناء على ميله الشخص أنا لو أفتيت الناس ببناء على ميل الشخص أكون آثما لأننا مفروض تعريف الفتوى هو بيان الحكم الشرعي في واقعة بغير إلزام فأنا مش ببين رأي أنا ببين ببساطة خالص ما ظهر وبان في الحكم الشرعي في حد يقولك بقى أنت كده بتقول إن ده حكم ربنا لا أنا ببين لك الفتوى في فرق بين حكم ربنا والفتوى طب والإلزام جي منين مين قال إن أنا لما بفت الفتوى بألزم الناس ما ألزمش حد الفتوى أصلا من قبيل من قبيل النصيح غير ملزمة يعني إيه غير ملزمة يعني الفتوى مش في ذاتها زي حكم المحكمة الفتوى غير ملزمة ده كل بس عشان قالت لي أعرف رأي حضرتك أنا مش بقول رأي أمال إنت دلوقتي بتقولي إن فتوتك ملزمة لا أنا بقول فلتوتي بيان للحكم الشرعي يعني بيان لمراضي الله مش بتكلم بهوايا آه دي حاجة مهمة قوي يبقى إيه اللي حاصل يبقى لازم نفرق ما بين ده وده الفتوى بتقول إيه بقى بتقول إن هي عندها شرخ في وش رجليها فالشرخ ده تعمل إيه محتاج إن هي تتجبس طيب هي مش عايزة تتجبس مش عايزة تتجبس إيه قال لك لأن الجبس عايي دايقني في ناس كتير عندهم حاجة كده زي في بيات من الجبس وديق من الجبس وذكراتهم مع الجبس مش كويسة وإحساسهم بإن الجبس حاجة تقيلة قوي في رجلهم مش هيعرفوا يمشوا بيها كل الكلام دوت الأوهم دي والأشياء اللي إزاي دي اتغيرت اتغيرت إزاي بقى فيه جبس خفيف وجبس وده الحاجة مهمة بقى وفيه جبس بيتفك ويتلبس تاني يعني فيه جبس بيتلبس ويتفك والجبس ده بيخلي الرجل أفضل يعني إحنا لازم نمشي وراء الطبيب لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما حبش الناس اللي بيتدخلوا في الطب الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون فأنت في مسألة حضرتك هنسأل الطبيب هو عدم لبس الجبس ده هيخلي الرجل تتأخر في العلاج لو قال لي أيوة البس الجبس طيب هلبس الجبس وأنا متدايق لا البس الجبس اللي بيتفك وترك يبقى إيه اللي حاصل وهو حتى الطبيب وخاصة في حالة الشرخ دي بيقولك تلبس الجبس كام وقت قد إيه في اليوم نروح للطبيب كويس ويقول لنا كل الكلام اللي أنا بقول لحضرتك ده يبقى أنت مبالغة آه مبالغة مبالغة في الخوف من الجبس أيوة مبالغة في الخوف من الجبس يعني إيه اللي مدايق في أنك أنت مبالغة آه مبالغة يعني إيه مبالغة لا الجبس ما يستحقش كل الخوف ده إحنا بنفعل ما يأمرنا به الأطباء لأن إحنا لسنا من أهل الطب اللي كي نطب بأنفسنا وقى أكسادنا دي مش ملكنا فلذلك عليكي أن أنت تسمعي كلام الأطباء وتروح تجبسي رجلكي عشان الطبيب قال لك كده أما مسألة أننا عايز أتحمل وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا لازم الأطباء أمه يقولوا إحنا نتحمل أنا ما نتحملش طب كوني مش عاملة ده ده يتوقف على مدى المضاعفات اللي هتحصل لحضرتك بعدم التكبيس لأن إحنا مأمورين إحنا ما نلقيش بأيدينا إلى التهلك فأنت أتروحي تسأل الطبيب هو أنا لو مشيت على ده ده في مضاعفات شديدة ممكن تحصل في رجلي لو قال لك في مضاعفات شديدة لازم تلبس الجبس لازم تلبس الجبس ليه؟ لأن قدمك مش ملكك وربنا قال لنا نسمع كلام الأطباء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا والطبيب قال لك أنت لازم تجبس رجلك إحنا داخلين مدخل تاني خالص هو مدخل الضرر ومدخل إيه؟ ما أمرنا الله به أن نتبع ماذا؟ أهل الذكر فالطبيب لو قال لك كده أنت هتمشي وراء كونك حسة بقى وبتتحملي على نفسك ما ممكن ده يسبب لك خطر أكتر من الوجع اللي عندك دلوقتي كونك بتتحملي الوجع هذا لا يعني هذا لا يعني إن الأمر سيمر مين اللي حدد لنا بقى إن الأمر سيمر ولا ما يمرش الطبيب وإذاك بتسأليني تعملي إيه؟ هتستشير الطبيب ولو قال لك لازم تجبسيها عشان ما يحصلش شيء ومضاعفات سيئة لازم تجبسيها طب لو فضلت على كده آه لو فضلت على كده آه صحيح إن أخذ العلاج ليس واجباً في كل الأحوال لكن في نفس الوقت في الحالات اللي فيها ضرر بالغ يحصل يجب عليك إن أنت تعملي ده حتى لا تكون مجلبة للخطر على نفسك ومجلبة للضرر على نفسك وهذا لا يجوز لا يجوز إنسان يجلب الخطر أو الضرر على نفسه سواء كان ده على نفسه يعني على حياته أو على عضو من أعضاؤه ده لا يباحه للإنسان وعشان كده أنت عليكي أن أنت تعملي كده بشكل واضح بشكل واضح